كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تواجه الإرهاب أينما وجد وعملت خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن على الدفاع عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره إن مصر التي تخوض حربا ضروسا للسئصال الإرهاب من أرضها ملتزمة بمواجهته وتعقبه والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم حيثما وجد وليس بخاف عليكم أن مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار عامي 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب ليس فقط دفاعا عن مستقبل مصر بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره